good morning my student how are you اليوم ان شاء الله بدنا ناخذ تمارين الوحدة الثالثة المتبقية الوحدة الخامسة الموجودة في كتاب التمارين open your action back box نفتح كتاب الaction back activity book كتاب ال activity التمارين page number 20 صفحة 20 write the day and the date up نكتب اليوم التاريخ today is a Tuesday it's the third of november two thousand and twenty exercise number three look listen and say yes or no انا ما بدي نستمع ونحكي نعم او لا انا بدي نكون جمل عن محافظات الاردن الموجودة بالصورة الان نقرأ اسماء المحافظات اربط امان بترا اكبا وفي عندي الصلط نطلع كل محافظة مرسوم عندها حالة الطقس what's the weather like in airbed كيف الجو فيه اربد it is rainy it is rainy بنكتب جنبه طبعا زي ما انا عاملة سطر بتعمله it is rainy يعني الجو ماطر what's the weather like in salt كيف الجو بالصلط كيف الجو بالصلط ريني شو بكتب كمان it's rainy it's rainy طيب what's the weather like in امان كيف الجو في امان عاصف يعني ويندي it's windy it's windy what's the weather like in بترا كيف الجو بالبترا hot sorry cold بارد it is cold الجو بارد and ويندي وعاصف بلاحظ هاي نفس الخريطة اللي مبارحة اخذناها الجوردانيان ماب what's the weather like in اكابا it's hot it is hot طبعا انا بدي تكوين جمل مثل ما انا عملت exercise number two look انظر read اقرأ and complete اكمل autumn اللي هي الخريط spring الربيع summer الصيف winter الشتاء sorry it's hot and sunny باي فصل الجو بيكون حار hot و sunny مش miss it doesn't rain اي فصل اللي هو سمر فصل الصيف نكتب سمر it's windy الجو عاصف it isn't hot ومش حامي حكينا صفة الwind انه الجو في رياح كثيرة باي فصل الخريف it's autumn الان لا تلفظ it's cold الجو بارد and it's snowy ومثلج it's winter فصل الشتاء it's sunny الجو مش miss it isn't hot لكنه مش حامي it's spring بلاحظ انه التمارين تطبيق لما اخذنا مبارح وقبل مبارح let's move to page 21 ننتقل لصفحة 21 write the date of the page نكتب التاريخ third of november 2020 today is a Tuesday exercise number five listen and point استمع وقشر او علم الان انا ما بدي استمع بدي تكون لي جمل على الصورة اول اشي what's the weather like in this picture كيف الجو بها الصورة it's cold طيب من نظرتك للصورة what's the season شو الفصل it is winter فاطلعوا كيف كولنا جملتين it is cold الجو بارد it is winter انه فصل الشتاء نيجي هون what's the weather like sunny مش مش it is sunny شو الفصل اللي انا بكون فيه هيك it's spring فاذا بحكي it is sunny it's spring number c it's hot الجو حامي جدا it's hot it is summer طبعا ممكن استعين بالتمرين اللي هون نفس الجمل اللي هون نفس الصور نيجي هون it's windy هاي الجو في wind ريح it's windy اي فصل اللي بكون في wind it's autumn إنه فصل الخريف listen and write استمع واكتب الآن what's the weather like in picture كيف الجو في الصورة it is snowy it's snowy الجو مثلج نكتب هون it's snowy what's this شو عذا الاشي بالصورة it is a snow man snow man look at the photo هاي فتو look at my فتو اطلروا على صورتي of the لاي فصل of the winter look at my فتو of the winter انظروا لصورتي اللي عم فصل الشتاء let's move to the last page 22 صبح 22 write the day and the date third of november 2020 طبعا أنا عطيت انتو بتشوفوا انه كمية اوراق لكن بالمقابل هي نفس الكلام انا قاعدة اكرره نفسه بالضبط كله winter صاني ما فيش اشي جديد نفس المعلومات بس بنثبتها بطريقة اخرى التمرين اللي نوعه جديد هون read اقرأ and complete اكمل عندي verbs افعال ride يركب شو الاشي اللي انا بركبه من الاشياء اللي بالصورة ride a bike make يعمل make snowman play يلعب eat يأكل كتبنا معاني الكلمات الآن بدي اكتب الفعل اللي بيناسب كل جملة in autumn في فصل الخريف i i فراغ in the park في الحديقة شو بعمل انا بالحديقة ride بركب الحديقة ولا make بعمل الحديقة ولا play بلعب بالحديقة اكيد play i فراغ a bike انا شو بعمل بالbike ride بركبه in winter في فصل الشتاء i فراغ snowman شو بعمل برجل الثلج eat بوكله ولا play بلعبه ولا make بعمله ولا ride بركبه اكيد make a snowman in summer في فصل الصيف i فراغ ice cream شو انا بعمل بالice cream eat بوكلها the last exercise read look and match الان بدي توصف لي كل صورة من الصور الموجودة هون ما بدي اعطيك انه اكتب الصفة هم موجودين هون what's the weather like كيف الطقس في هاي الصورة hot and sunny نبحث it's hot and sunny وصلناها what's the weather like كيف الجو هون sunny مش مس and windy sunny and windy نبحث على sunny and windy هاي d بنوصل مع d what's the weather like here hot windy طبعا شو اللي بيعرفني حسب الصورة hot and windy hot and windy اللي هي a what's the weather like here cold windy طبعا شو الفرق بين cold و hot طلعوا هون بطلع منه بخار هون بيرجف المؤشر cold and windy هيك بنكون انهينا unit 5 بنكون انهينا تمارينها بكرر اعطيت انا مجموعة كبيرة من التمارين ممكن لكن جميحها تتعلق في نفس الكلمات نفس الكلمات لكن بطرق مختلفة good luck ويعطيك العافية بكرا ان شاء الله رح نبلش بيونت 3 من المنهاج الخاص اشتركوا في القناة